موسيقى السلام عليكم ارحبكم من مطبخي زينة المطبخ اتمنى فيديوهاتي مفيدة لكم ربي يسعدكم جميعا اليوم حبيت اسوي طريقة جديدة من حرويات تركية كلش طيبة مميزة سريعة لا تحتاج الى مقادير هواية ان شاء الله مقادرة تكون متوفرة بكل بيت نبدأ معكم بطريقة العمل او بالمقادير بالبداية ان شاء الله وبعدين طريقة العمل لدينا من هذا البسكت طبعا اي بسكت متوفر عدكم يعني ليس شرط هذا البسكت اللي متوفر عدكم قدرون تسوي بي حتى بالبسكت العاد او هذا البسكت لدي قلبة من القيمر الصغير اللي لدينا بالعراطب 500 دينار تقدرون تخلون بمكانة كريم شانتي او تستخدمون القيمر براحتكم حليب ونشة وشكر وكاكاو اي نوعية متوفرة عدكم من هذا او من هذا الحبيبة اللي ما متوفرة تكتفون بهذا الكاكاو الغير محالة ونبدو اياكم طريقة العمل طبعا نحتاج الى قالب اي قالب متوفر عدكم مستطير دائري اول شي ناخذ جدر ناخذ حليب طبعا هاي الكمية حسب عداد العائلة يعني هاي الكمية اللي راح هسويها اليوم تكفي من اربعة الى ست اشخاص وانتم اذا اكثر من العائلة اكبر من هاي شي عدد تقدرون نضع مقادير او تسون يعني مقادير مرة ونصف فتكون يعني كل ازاينا ناخذ حليب بسم الله انا راح ااخذ كوبين من الحليب تقريبا هاي الحلويات يكفيني لترمات حليب كل ازاينا عليها نرح نسويها طبقتين طبقة بالفانيلا وطبقة بالكاكاو النشة مثل ما تعرفون المحلبي دائما كل قلاص او كوب حليب ملعقة اكل النشة تقدرون تسونها اللي ما متوفر عدكم نشة اللي بيرونسونها بالكاس هم تفع بكل شطيب الشكر سأساد الراغبة انا رحضي فنين منعقتين مثل ما تعرفون نخلط المواد على البارج وبعدين نخليها على الطعب حتى ما يتكتل عندي النشة ثبتوا ياكم للطعب هنا مثل ما تعرفون لازم نخلط الحليب والنشة حتى ما يتكتل حتى ما يتكتل عندي النشة نخلي على نار هادئة ومعادئة الى ان يجهز هنا بدأ يفخن ستركها الى انيار اللي عندي شوية وحتعم النشة داخل المرحلة نضيف المرحلة نضيف المرحلة نضيف نصف كمية القيمة ونضيف نصف كمية القيمة ونطف النشة ونضيف نرح ونذهب ونكمل ونكمل أكلتنا أو حروياتنا أجل من المسكوط بعد أن أكمل نحلي بحلبي نضغط طعمين نضغط عداق العائلة نضغط كيس نضغط كيس أو كيسين نضغط كيس أو كيسين نضغط صحن نضغط قليلا نضغط القلب نضغط قليلا نضغط البسكت نضغط بالحليب نضغط بسرعة و نضغط القلب نضغط قليلا نتركه شوية يبرد نجهز الطبقة الثامنة بعد ما جهزنا الطبقة الأولى سأخذرها على صفحة سأخذر كوبين من الحليب سأخذر شكر منعقتين كبار سأخذر ملعقتين لأن الكاكاو يثخن الخليط لا يجب أن يكون ثخن كل الكاكاو حسد الطعم واللون إذا يكون غامض سأخذر ملعقة كاملة سأخذر ملعقة كاملة سأخذر ملعقة كاملة سأخذر ملعقة كاملة ونخلطها كثيرا على البارد سأخذر المواد سأخذرها على النار إلى أن تسخن وأراكم باقة الطريقة حسنا السادسة سأخذر حينها سأخذره الغامة سأخذر تأخذر أجب الزكاكاو سأخذر السادسات سأخذر السادسات سأخذر نصف الستيكان او اكثر من الصراحة هذا كيف يمكن طعم كل شي طيب وهو حرق و غير راح يدوب طبعا هنا ما نستخدم فانيلا لنكسل طعم الككو ينطيق طعم اضياب من طعم الفانيلا اللي يحب يخلي فانيلا بطعم المبروش ينطيها طعم طيب ذهب عندي بهالشكل ككو و القيمة نكمد الطريقة مرتنة نفس الشي راح نخلي طبقا من المحلة بالككو و نخلي من هذا البسكت و نرجع نرضيها بطبقة المحلة طبعا اتمنى تجربوه كل شي طيب تعاليل الشيطة طويلة نحتاج الى شغلات التعاليل وحتى العائلة متمل من نفس الشكل نحاول نريع لهم بالحلويات مالتنا بالمفضلات والأكلات مالتنا كلها طبعا هذا البسكت كل شي طيب من يترطب بالحليب كأنه كيك يصير طعمه كل شي طيب بالحلويات طبعا نأخذ باقي المحلة المحلة بالككو و نعطي بكيس نالون و ندخلها بالثلاجة و ننتظر بينما يبرد و بينما يصير تقليلتنا و نشوفكم ان شاء الله النتيجة موسيقى 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 سوف نقوم بتحضير حلويات بعد ما بردنا الحلويات صارت عبنين بهالشكل نرفع نايلون يبقى اي صحن او على قاعدة ماركيل نرفع نايلون بعد ما بردنا الحلويات صارت عدنا بهالشكل ناخذ منها القوالب اكثر عند بيوت موجودة به تحبون شون زينوها تحبون تخليوها يجبه الشكل هذا أنتم براحتكم و بالكاكو البودرة نسعوا بها نسعوا بها حلوياتنا تمدد نقطعها كنت تشاهدون بسم الله طبعا انا لم تكن فتاكة جميلة الأول تتبرد اكثر من هنا وهي حلوياتنا أتمنى تكون واضحة وألف صحة وهناي علينا وعليكم يا رب طبعا الطعم خيال والمنظر كلش حلو أتمنى اللي يشوفه ويعجبه الفيديو اللي ينساني باللايك أكون ممنونة من عدكم رب يسعدكم في أمان الله